كشفت مصادر إسرائيلية أن 14 جندياً إسرائيلياً قتلوا باشتباكات وقعت الأربعاء في جنوب لبنان وذلك في عقاب توخل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله وأكد جيش الإسرائيلي في بيان أن نقيب إيتان إسحاق أوستر سقط أثناء القتال في الحرب وكان حزب الله قال في بيان في وقت سابق أنه يخوض اشتباكات جديدة مع قوات إسرائيلية متسللة إلى بلدة مارون الراس في جنوب لبنان مشيراً إلى استمرار الاشتباكات التي قال أنها أوقعت إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية